اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر كنت عملت حلقة قبل كده عن انيميا نقص الحديد وعملت حلقة تانية عن لو مريد عنده انيميا نقص الحديد وهنديله حقا ازاي بنحسب كمية الحقا اللي المريد ده محتاجها هسيب لك الرابط بتاعتهم دحت النهاردة هنتكلم بقى عن لو مريد عنده نقص في مخزون الحديد لكن بدون انيميا يعني الهموجلوبين بتاعه كويس يا ترى الحالة دي ايه الاعراض بتاعتها وايه الاسباب اللي تعمل كده وازاي بنشخصها وازاي بنتعامل معها وما تنساش في البداية اعملي لايك للفيديو الحقيقة انا عملت الحلقة دي لان في بعض الاسئلة بدأت تجيلي عن ان واحدة مريضة عندها تساقط في الشعر فراحت لدكتورة الجلدية بتقول لها يا دكتورة انا شعري بيقصف وبيقع قالت لها عملي تحليل انيميا وتحليل مخزون الحديد فلاقيت ان مافيش عندها انيميا لكن مخزون الحديد عندها قليل وعشان كده هنتكلم على النقطة دي نقص الحديد او نقص مخزون الحديد بدون انيميا اللي بنقول عليها ممكن فعلا يعمل بعض الاعراض عند بعض المرضى زي الضعف العام والارهاق وقلة المجهود التوتر الصداع صعوبة التركيز تأخير التقام الجروح لما يتعور الجرح مش بيلتقم بسرعة وطبعا العرض الاكتر اللي احنا بتقابله دلوقتي هو تساقط الشعر ومشاكل الشعر وخلي بالك انا بتكلم عن نقص مخزون الحديد حتى بدون انيميا ممكن في بعض الحالات يعمل اعراض زي كده ولو جينا نتكلم عن الاسباب اللي تعمل نقص في الحديد او نقص مخزون الحديد واللي هم مجلوبين طبيعي فهي هي نفس الاسباب اللي بتعمل انيميا نقص الحديد بس لسه ما وصلتش لدرجة الانيميا نقدر نقول كده مرحلة ما قبل الانيميا بس ده طبعا تعبير من عندنا المهم يا صديق العزيز ان الاسباب دي بتتلخص فيه ياما المريضة مش بتاخد كفايتها من الحديد في الطعم بتاعها زي بعض المرضى النباتيين او بعض المرضى اللي مش بيهتموا بالطعام كويس ومش بياكلوا لحوم ولا اسماك بكمية مناسبة ياما المريضة عنده زيادة في متطلبات الحديد هو عايز حديد زيادة عن اللي بيأغدو زي في حالات الحمل والرضاعة وزي في مرحلة البلوغ وزي في الاطفال عموما الجماعة دول محتاجين حديد زيادة عن الطبيعي يا اما بعض المرضى عندهم سوق امتصاص ناس مثلا عندها سيليك ديزيز وتاني بقى نعمل عنه حلقة بعدين واحد عامل جراحة في الجهاز الهضمي وشايل أجزاء من الأمعاء التي تمتص الحديد واحد بيشرب شاي كتير واحد بيشرب كولا كحليات قهوة كتير واحد بياخد أدوية حمودة كتير زي البي بي آي الحاجات دي كلها ممكن تقلل امتصاص الحديد يا إما الشخص عنده فقدان للحديد زي أشهر حاجة طبعا كلنا عارفينها الدورة الشهرية عند السيدات بتنزل دم كتير وبتنزل مخزون الحديد أو لو المريض بينزف من أي مكان لأي سبب وبالنسبة للفحوصات يا صديق العزيز فلو مريضة جات لك وقالت لك أنا شهر يبيقع أنا مش مركزة عايزة تطمن على مخزون الحديد عندي فأول حاجة هنعمل لها سور الدم كاملة هنلاقي الهموجلوبين طبيعي لأن الهموجلوبين لو قليل كده إحنا بنتكلم في حالة أنيميا نقص حديد ودي إحنا عملنا عنها حلقة تقدر تشوفها لكن إحنا الهندس بنتكلم عن يعني نقص حديد أو نقص مخزون حديد بدون أنيميا فهتلاقي الهموجلوبين طبيعي لكن ممكن تلاقي الـ MCV قليل شوية ممكن يكون طبيعي الـ RDW ممكن يكون عالي شوية ممكن يكون طبيعي المين سيل هوموجلوبين ممكن يكون طبيعي ممكن يكون قليل شوية الفحص اللي بعد كده والمهم والأساسي هو تحليل الفريتيل اللي بنسميه مخزون الحديد وده في الأحوال الطبيعية مفيد جدا وبنعتمد عليه يعني لو مريض او شخص ما عندوش مشاكل في القلب ما عندوش مشاكل في الكلا مزمنة ما عندوش مشاكل في الكبد ما عندوش التهاب في الجسم لأي سبب فبنعتمد على الفريتين وخلاص نعمله تحليل الفريتين لو طلع اقل من 30 فالمريض ده بنقول ان عنده نقص في مخزون الحديد يبقى في الاحوال الطبيعية الفريتين اللي هو يعتبر مخزون الحديد بيكون كافي جدا وبيشخص لنا الحالة تقول ليه في الاحوال الطبيعية مش اسمه مخزون حديد فأي وقت نعمله لو طلع قليل يبقى مخزون الحديد قليل لو طلع طبيعي يبقى مخزون الحديد طبيعي أقولك ما بتتحسبش كده يا صاحبي الفريتين يا صديق العزيز يعتبر أحد دلالات الالتهاب أصلا يعني لو الجسم فيه التهاب لأي سبب الفريتين ده ممكن يعلى ساعتها تجي تعمل الفريتين تلاقيه طبيعي تقول ده المريض ما عندهوش نقص حديد وفي الحالة دي هيكون التحليل مش دقيق وممكن في الحالة دي تعمل المريض CRP أو ESR دول برضو دلالات الالتهاب لو طلعوا عاليين هيقولك إن المريض فيه التهاب فعلا في جسمه دلوقتي وبالتالي في الريتين لا يعبر عن مخزون الحديد وإنما قد يكون طبيعي أو مرتفع نظرا للالتهاب الموجود في الجسم تقولي طب نحلها إزاي دي هنعرف منين في الحالة دي إن مخزون الحديد منخفض عند هذا الشخص أقولك بشكل عام كده يعني عشان ما ندخلش في تفاصيل كتير إن لو المريض عنده الالتهاب لأي سبب في الجسم عنده الفلماتر بقول ديزيز عنده أي مشكلة التهابية في جسمه أو عنده كانسر لقدر الله سرطان أو عنده كرونيك كيدني ديزيز أو عنده هارت فيليار فاشة في القلب أو عنده أي مشكلة مزمنة كرونيك إيلنس فإحنا في الحالة دي بنعتمد على ترانسفرين ساتيوريشن بالإضافة للفريتين بنعمل تحليل تاني اسمه ترانسفرين ساتيوريشن وده الصح بتاعه إنه يتعمل صايم 12 ساعة مع عدل المية طبعا ويتعمل صباحا يعني الشخص ينام طول الليل مش بياكل ولا حاجة ويصحى الصبح يعمل التحليل ده أما الفريتين مش لازم الصيام فالمهم بنقول إمتى إن المريض عنده نقص في مخزون الحديد لو الفريتين كان أقل من 100 وترانسفرين ساتيوريشن أقل من 20 في المية وطبعا في تفاصيل في النقطة دي كتير شوية مش عايز أتعرض لها لكن في العموم لو لقيت مريض من الحالات اللي أنا قلت عليها وعنده الفريتين طبيعي وعايز تتأكد هل عنده نقص في مخزون الحديد ولا لا يبقى لازم نعمل ترانسفرين ساتيوريشن واللي بيكون أقل من 20 في المية في الحالة دي تقول إن المريض ده عنده نقص في مخزون الحديد أما في الأحوال الطبيعية خالص خالص بنعتمد على الفريتين وخلاص يطلع أقل من 30 يبقى عنده نقص في مخزون الحديد طبعا إنت بعد كده ممكن تعمل فحوصات عشان تشوف السبب اللي عمل نقص في مخزون الحديد تدور بقى عن أي نزيف من أي مكان أقل تبلد إنستول يعمل منذار تشوف تحاليل السيليك ديزيز يعني على حسب إنت شاكك إيه السبب بالزبط تعمل الفحوصات بتاعته طيب وبالنسبة للعلاج لو حد عنده نقص في مخزون الحديد بدون أنامية العلاج بتاعه بيمشي إزاي بص يا صديق العزيز أولا لازم تعرف إن العلاج في الحالة دي مختلف عليه أصلا ممكن يحسن الأعراض لكن مش بشكل كبير قوي يعني ثانيا لو فيه سبب معين انت شفته يبقى برضو نعالجه لو دورة شهرية غزيرة نعالجها مع طبيب النسب لو المريض بينزف من أي مكان نعالج سبب النزف وهكذا النقطة التالتة هي الطعام نخلي المريض بتاعنا ياكل أطعمة فيها حديد سهل الامتصاص كتير زي طبعا اللحوم لحوم الحمرة واللحوم البيضة دواجن الأسماك والحاجات دي وبرضو إلى حد ما الخضروات ياكل منها والبقوليات وما إلى ذلك النقطة الرابعة هي الامتناع عن الحاجات اللي بتقلل الامتصاص الحديد زي الشاي والقهوة والكولا والكحوليات تقريبا النقطة الخامسة إن المريض بتاعنا بنديله حديد أقراص حديد زي الفرس سالفيت أو الفرس جلوكونيت بنديله قرص يوميا المفروض الحديد بيتاخد على معدى فاضية يعني نلديه قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين بس نظرا للأعراض الجانبية اللي بتحصل معها كتير زي مثلا الألم في البطء الإمساك ساعات الغثيان ساعات إسهال حاجات زي كده فبندطر أحيانا كتيرا إن احنا نديه بعد الأكل لكن الصح بتاعه إنه يتاخد على معدى فاضية بنديه في حالتنا ديه قرص يوميا لو المريض مش قادر يتحمله للأعراض الجانبية دي ممكن نخليه قرص يوم آه ويوم لا أو نغير النوع بتاعه ممكن يتحمل نوع آخر زي ما قلنا فيه فرس سالفيد فيه فرس جولوكونات فيه فرس في مريض وهكذا كانوا زمان يقول لك إن فيتامين سي بيحسن امتصاص الحديد لكن يعني الدراسات الجديدة بتقول إنه ملوش دور مهم في امتصاص الحديد فمش مهم أول المريض بتاعنا بنعد له التحاليل اللي هي في الريتين أو ترانسفرين ساتيوريشن اللي احنا شخصنا بيها يعني بنعدها بعد ثلاث شهور إلى ست شهور من بداية العلاق والتارجت بتاعنا إن الفريتين يوصل أكتر من مية لو ربنا سهل ووصلنا للتارجت ده فيبقى كده تمام ممكن نوقف إذا كنا عالجنا السبب أما إذا لم نصل للتارجت أصلا فنراجع نفسنا بقى نشوف السبب لسه موجود ولا لا المريض ملتزم بالجراعات ولا لا هل التشخيص من البداية فيه مشكلة ولا لا وهكذا بالنسبة للحقن الحديد فإحنا مش بنستخدمه هنا إلا نادر جدا جدا الأقراز بتكون كافية جدا إلا لو مريض عنده سوق امتصاص أو عامل جراحة أو شايل أجزاء من الجهاز الهضمي أعتقد ممكن ساعتها ندي حقن حديد هسيب لك بعض مصادر الموضوع ده في الوصفة أسفل الفيديو وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضرتكم